بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية نستكمل فيها ما كنا قد بدأنا من حديث عن المدارس الأدبية والنصوص الدالة عليها كنا في الحلقات السابقة قد تكلمنا عن مدرسة الإحياء والبعث وأخذنا نماذج نصية عليها واتكلمنا عن المدرسة الرومانسية أو المدرسة الرومانسية وأخذنا أيضا نماذج نصية دالة عليها نهاردة إن شاء الله نستكمل حديثنا عن المدرسة التالتة اللي اسمها المدرسة الواقعية ونأخذ عليها إن شاء الله نص جديد المدرسة عنوانها المدرسة الواقعية وهي تسمت بهذا الاسم ليه ما المقصود بالمدرسة الواقعية ومن أهم شعراءها المدرسة الواقعية ممكن إحنا بنعرفها أو بنتكلم عنها أو بنقول عليها مدرسة شعر التفعيلة أو مدرسة الشعر الحر والمدرسة دي كانت بدايتها الحقيقية مع الشاعرة العراقية نازك الملائكة أما أهم شعراء هذه المدرسة فهم بدر شاكر السياب صلاح عبدالصبور فدوة وقان نظار قدباني فاروق جويدة وعظمهم إما أن فيهم شعراء ما يزالون معاصرين لنا حتى الآن لو تتكلمنا بعد كده عن العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية ما العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية السؤال بيقول تضافرت مجموعة من العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية ناقش ذلك من أهم العوامل التي ساعلت على ظهور المدرسة الواقعية أنهم كرد فعل للمدرسة الرومانسية التي ابتعدت عن الواقع ومالت إلى الرمز ومالت إلى الخيال واندمجت بالطبيعة كما عرفنا عندما درسناها هؤلاء الناس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ومع انتشار حركات التحرورية ويقظت الوعي بدأوا يحاولوا يرتبطون بالواقع يبقى من أهم العوامل التي ساعدت على ظهور المدرسة الواقعية التعبير عن الواقع بصدق التقدم التكنولوجي الهائل الذي فرض نفسه على الحياة نمو الوعي الشعبي عالميا وده كان من نتيجته قيام حركات تحرورية يقظت الوعي العرب الجماعي بعد الحرب العالمية الثانية بدافع إرادة التحرر من الاستعمار والفساد الداخلي لأن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت كثير من البلدان العربية في ذلك الوقت واقعة تحت الاستعمار وكانت الحركات التي بتدعو إلى التخلص من الاستعمار وإلى التحرر كانت موجودة ونشطة وقوية جدا وكان من الطبيعي إن الأدب يتفاعل معها ويتعامل معها ويعبر عنها ومن هنا ظهرت المدرسة الواقعية هنشوف بعد كده هنلاقي السؤال عندي بقول ما الخصائص العامة لهذه المدرسة أي مدرسة من المدارس احنا بنتعامل معها لها مجموعة من الخصائص العامة من هذه الخصائص العامة التعبير عن الواقع وعن قضايا الوطن استخدام الرمز والاهتمام بالصور الكلية الممتدة وإحنا كنا قلنا قبل كده في بعض النصوص وشرحنا فكرة الصورة الكلية وقلنا أن الصورة الكلية هي صورة بيبقى فيها لون وحركة وصوت هم اهتموا جدا بهذه الصور الكلية الممتدة وظهرت عندهم كثيرا في أشعارهم القصيدة وحدة موضوعية تتعاون فيها الأفكار والعواطف بعد كده هنبص لأيه بيقول لي التحرر من وحدة الوزن وحدة البحر ووحدة القافية والاتفاق بوحدة التفعيل ودي نقطة مهمة جدا بتخليهم يعني مختلفين عن المدرستين السابقتين اللي هي مدرسة الحياء والبعث وعن المدرسة الرومانسية لأن احنا عن مدرسة الرومانتكية أو الرومانسية لأن مدرسة الحياء والبعث احنا كنا اتفاقنا وقلنا أنها بتلتزم بوحدة الوزن ووحدة القافية القصيدة كلها على وزن واحد ولها قافية واحدة حصل نوع من التطور عند المدرسة الرومانسية أو المدرسة الرومانتيكية ووجدنا أن هناك يعني هو ملتزموا بوحدة الوزن وما كانواش بيلتزموا أحيانا بوحدة القافية فكان بيبقى عندهم تنوع في القافية وحصل شيء من التطور في مدرسة المهاجر أن وجدناهم أحيانا بيغيروا في الوزن وفي القافية في القصيدة الوحدة في القصيدة الوحدة عندهم بتشتمل على أكثر من بحر شعري وبتشتمل على أكثر من قصيدة وفي العموم هما ما زالوا ملتزمين بأن القصيدة بيكون فيها وزن شعري أو بحر شعري له تفعيلات معروفة وواضعة وله قافية فلما بنروح عند المدرسة الجديدة أو المدرسة الواقعية بنجد أنهم لم يلتزموا بوحدة البحر ولم يلتزموا بوحدة القافية واكتفوا بما يعرف أو ما يسمى بوحدة التفعيلة تقسيم القصيدة إلى مقاطع القصيدة عندهم أكثر من مقطع يعني كل مجموعة أبيات بيبقى ليها وزن وليها قافية معينة وليها تفعيلة معينة بعد كده حننتقل إلى نص دال على هذه المدرسة هذا النص عنوانه عودوا إلى مصر الشاعر اللي قايل هذا النص هو شاعر مصري مسحور ومعروف وهو الأستاذ فاروق جويدة شاعر مصري معاصر ولد في محافظة كفر الشيخ وعاش فترة طفولته في محافظة المحيرة ثم درس في كلية الأداب وله يعني مجموعة من القصاد الشعرية الجميلة والدووين منها في عينيك عنواني والوزير العاشق الجو العام للنص الشاعر هنا في هذا النص بيتوجه بالخطاب إلى الشباب الذين هاجروا من الوطن إلى بلدان أخرى بحثا عن مثلا العمل أو غير ذلك هو يخاطبهم ويطلب منهم ويطلب إليهم أن يعودوا إلى وطنهم وأن يعودوا إلى أرضهم وأن يعودوا إلى نيلهم ويبين لهم أن حب الوطن راسق في القلب وأن الشاعر بيطلب منهم ويقول لهم أن احنا يجب أن نعود إلى وطننا نسعد بجماله ونستمتع بخيراته نعيش في أحضان النيل نأخذ من خيره الفياض النيل سوف يكفينا بخيره عن الغربة والترحال يعني هو يطلب منهم أن يوجهوا جهودهم وأن يوجهوا علمهم وأن يوجهوا عملهم إلى وطنهم حتى ينهضوا به ويستمتعوا بخيراته لو ذهبنا إلى مجموعة الأبيات الأولى هلأ الشاعر بيقول عودوا إلى مصر نتفعنا أنه هو بيخاطب الشباب عودوا إلى مصر ماء النيل يكفينا أين النخيل الذي كانت تظللنا ويرتمي غصنها شوقا ويسقينا أين الطيور التي كانت تظللنا ويرتمي غصنها شوقا ويسقينا أين الطيور التي كانت تعانقنا وينتشي صوتها عشقا ويشقينا أنا اتفعت مع حضرتكم قبل كده أن احنا بنقرأ الأبيات أكثر من مرة لأن أعتقد أن القراءة السليمة للأبيات هي البوابة الأولى لفهم أي نص أو التعامل معه وتذوقه واستخراج مظاهر الجمال اللي موجودة فيه بعد ما قرأنا هذا النص بنشوف بعض المفردات يعني كلمة ماء جمعها مياه أو أمواه يروينا العكس تح يضمئنا النهر اللي هو النيل والجمع أنهار أو أنهر يرتمي يلقي بنفسه عليه تعانقنا تضمنا ينتشي يشم أو يشم رائعة طيبة الأبيات اللي موجودة قدامنا بنلاحظ أن الشاعر بيوجه نداءه إلى أبناء الوطن طالبا منهم العودة إلى وطنهم وإلى أرضهم التي نشأوا عليها واستمتعوا بخيراتها واستظلوا بسمائها وشربوا من ماء نيلها ويركز عليهم يقول لهم إن مصر ذات خير كثير خيراتها كثيرة وماء نيل فيها سوف يروينا وتحت ظل النخيل سوف نستمتع بأجمل الأوقات تحت ظل النخيل سوف نسمع صوت الطيور التي تغرد بأصوات شجية جميلة إذن هو التفت إلى الطبيعة الجميلة الموجودة في مصر يطلب من أبنائها الذين هاجروا أو الذين سافروا أن يعودوا لكي يستمتعوا بهذه الطبيعة التي لن يجدوا لها مثيلا في أي مكان أو في أي بلد من بلدان العالم لو انتقلنا بعد كده إلى بعض مظاهر الجمال وهتلاحظوا هنا أننا أحيانا باستخدم أسلوب إنشائي وأحيانا أستخدم كلمة أسلوب خبري وسبق وأشارت قلت أن الأسلوب الإنشائي هو أمر يعني أسلوب يبدأ دايما بطلب أمر أو النهي أو استفهام أو تمني أو نداء إلى غير ذلك والأسلوب الخبري هو أسلوب بالشاعر أو الكاتب أو المتكلم يريد منه أنه يورد كلامه إلى المتلقي على أنه حقائق مسلمة هو الأول بقول لهم عودوا إلى مصر أسلوب إنشائي نوعه أمر والغرض منه النصح والإرشاد هو طبعا بيوجه حديثه زي ما اتفقنا إلى شباب مصر وإلى أبناء مصر ماء النيل يروينا طبعا هنا فيها كناية كناية عن ايه بنفقى منها ايه بنفقى منها أنه عايز يقول أنه نحن لا نحتاجه إلى الآخرين كناية عن عدم الاحتياج للآخرين لأن خير النيل عميم ودايما بحافظ وعارف لما تكلم عن الكناية أنه نقول وسر جمالها الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل الكناية دايما بيبقى فيها معنين معنى قريب ومعنى بعيد والمعنى البعيد هو المراد مع إمكانية إرادة المعنى القريب يعني أنا لما أقول ماء النيل يروينا ممكن يكون الشاعر فعلا يقصد هذا المعنى ويريده أن نشرب من ماء النيل ونرتوي منه وممكن يكون عايز معنى بعيد وهنا سر جمال الكناية المعنى البعيد هو ايه هو زي ما قلنا عدم الاحتياج نحن نعيش في خير عميم من النيل ولا نحتاجه إلى غيرنا طبعا سر الجمال هنا أنه جاب المعنى اللي هو عايزه مصحوب بالدليل عليه بعد كده بيقول أين النخيل التي كانت تضللنا اسلوب إنشائي أنه احنا قلنا الإنشائي أمر أو نائي أو استفهام لو نظرنا إلى عوده إلى مصر هل لقيه أمر لو قلنا أين النخيله هل لقيه اسلوب استفهام واسلوب إنشائي نوع استفهام والغرض منه التحسن ويرتمي غصنها شوقا واسقين استعارة مكنية وإحنا شرحنا الاستعارة المكنية واتكلمنا عنها مرات كتير قبل كده استعارة مكنية صور الأغصان هنا كأنها إنسان يشتاق وسر الجمال التشخيص بعد كده برضو بيقول أين الطيور التي كانت تعانقنا اسلوب إنشائي ولا خبري اسلوب إنشائي ليه اسلوب إنشائي لأنه بادئ بالستفهام يو أنا لما أجعل تكلم هحدد نوع الإسلوب وهو الإسلوب إنشائي وبحدد نوع هل هو أمر ولا ناهي ولا استفهام فأقول نوعه استفهام يو أنا حددت الإسلوب بإنه إسلوب إنشائي وبعدين بحدد النوع الداخلي لهذا الإسلوب بقول نوع استفهام والغرض منه طبعا الإيه التحسر وممكن نقول كمان إن فيها استعارة مكنية الطيور تعانقنا وهقول استعارة مكنية حيث صور الطيور كأنها إنسان يضم أصدقائه ويحتضنهم طب سر الجمال هنا التشخيص ولا التكسيم سر الجمال التشخيص لأننا سبق وأشرت إلى هذه النقطة وقلت إذا صور أو إذا شبه بإنسان يبقى سر الجمال التشخيص إذا شبه بأي شيء آخر غير الإنسان يبقى سر الجمال التكسيم وينتشي صوتها عشقا ويشجينة استعارة مكنية برضو صور صوت الطيور بإنسان عاشق وسر الجمال التشخيص بعد كده علل تكرار فعل الأمر عوده ده صورة جمالية وانت هتلاحظ أنه عوده إلى مصر كرره أكتر من مرة في غير موضع من القصيدة لماذا هنقول كرر الشاعر فعل الأمر عوده أكتر من مرة للتأكيد على المعنى الذي يريده أنا لما بكرر كلمة أكتر من مرة يبقى فيه معنى معين أنا عايز أؤكد عليه وألفة نظر المتلقي أو المستمع إليه المعنى ده هو هنا ضرورة العودة إلى مصر لأن عودتهم إلى مصر فيها النفع الكثير لهم ولوطنهم في ذات الوقت ما الجنس الأدب الذي ينتمي إليه هذا النص؟ النص بينتمي إلى الشاعر الوطني بينتمي إلى الشاعر الوطني ما مظاهر الموسيقى في الأبيات وده إن شاء الله في نهاية الحلقة هندي إشارة سريعة إلى البلاغة وحنتكلم هناك عن الموسيقى وهنوضح أن الموسيقى دايما لما أسألني عن الموسيقى أنا عندي موسيقى داخلية دايما وبيبقى عندي موسيقى خارجية الموسيقى الخارجية بتظهر في وحدة الوزن والقافية وحدة الوزن والقافية والموسيقى الداخلية هنعرف أن نحن بنأسمى إلى قسمين موسيقى ظاهرة وموسيقى خفية الموسيقى الداخلية فيها موسيقى ظاهرة وفيها موسيقى خفية الموسيقى الظاهرة بتكون في الصور الجزئية الصور الجمالية التي يستخدمها الشاعر والموسيقى الخفية بتكون في حسن اختيار الألفاظ الموعية والمعبرة عن المعنى الذي يريده الكاتب يبقى دايما عندما يسألني عن مصادر الموسيقى في النص ممكن يجلس أني ما مصادر الموسيقى في النص ما مظاهر الموسيقى في النص أقول له والله دايما إجابتي بتتحرك على محورين أو بتتحرك على نقطتين النقطة الأولانية أقول له والله هناك موسيقى ظاهرة أو موسيقى خارجية والموسيقى الخارجية دايما وحدة الوزن أو وزن وقفية وزن وقفية والموسيقى الداخلية سمع الجزئين أقول له والله موسيقى الظاهرة وموسيقى خفية الموسيقى الظاهرة بيكون في الصورة الجزئية والموسيقى الخفية بتكون في الألفاظ المعبرة الموحية عن المعنى الذي يريده الشاعر لو انتقلنا بعد كده إلى مجموعة أبيات أخرى هللاقي الشاعر بيقول أين الزمان الذي عشناه أغنية فعانق الدهر في ود أمانين يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا عودوا إلى مصر ووصوا في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا مرة أخرى أين الزمان الذي عشناه أغنية فعانق الدهر في ود أمانين يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا عودوا إلى بصر عوصوا في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا لو نظرنا إلى بعض المفردات عانق يعني ضم الظهر المقصوب به الزمن الطويل الممتد والجمع أدهر ودهور ود يعني حب والمضاد كر أمانين مفردها أمنيتنا وتهجره يعني تتركه طبعا هنا الشاعر بيقدم لأبناء مصر أو بيذكر أبناء مصر بالزمن الجميل الذي عاشوه على أرضها وعلى ضفاف نيلها كنوع من الترغيب ليهم لكي يعودوا إلى أرض وطنهم يذكرهم بهذا الزمن الجميل الذي عاشوا فيه والذي مر عليهم كأنه أغنية جميلة استمتعوا بكلماتها واستمتعوا بألحانها واستمتعوا بصوت من يؤديها فهي جميلة من كل جهاتها ثم يتساءل كيف يكون لعاشق وطنه أن يهجره إزاي يمكن لإنسان يحب هذا الوطن أن يأتي عليه يوم يهجر وطنه ويهجر نيله ثم يلفط النظر إلى أن النيل هو مصدر صروتنا وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله سببا يحمينا من شر الجفاف في السنوات العجاف وهو أولى بالعطاء وأولى بالأخذ مننا إن قطعة الخبز هو برضو بيلفت نظرهم عندما تعيشوا على أرض وطنك في أمنه وفي أمانه وداخل حدوده فإن قطعة الخبز الصغيرة تكفينا ما دام ينتشر بيننا الحب والوئام والوفاق كسرة الخبز الصغيرة تكفينا وقطرة الماء من نهر النيل تزيل عطشنا هو في هذه الكلمات الجميلات بيقدم يعني المبررات التي تجعل هذا الشباب يعود إلى وطنه سريعا لو نظرنا إلى بعض مظاهر الجمال اللي موجودة هنا هتلاحظوا دايما أن الشاعر استخدم أساليب إنشائية كتير فهو بقول لي إيه أين الزمان الذي عشناه أغنية أين الزمان الذي عشناه أغنية أسلوب إنشائي نوعه استفهام خلاص إحنا تعلمناه بحدد نوع الإسلوب الإسلوب هل هو إنشائي ولا خبري وبعدين بتكلم عن نوعه أو النوع الأصغر تحديد أمر أو نائي أو استفهام يبقى نوعه استفهام وبعدين بحدد الغرض من هذا الإسلوب ومن هذا الاستفهام الغرض منه التحسر على الماضي الجميل الذي مر والذي يتمنى لو أنه يعود مرة أخرى الزمان الذي عشناه أغنية هنا تشبيه بليل فين المشبه وفين المشبه به هو شبه هنا الزمان بالأغنية وأنا هرجع وأشير تاني أن الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة أن التشبيه في أقل حالاته أو في أقل أركانه لابد أن يكون المشبه والمشبه به موجودين لاتنين عندي يعني أقل حاجة عندي أن لازم ألاقي المشبه ولازم ألاقي المشبه به إنما لما بروح للإستعارة بأجد أن لو استعارة الصلاحية بأحذف المشبه ولو استعارة متنية بأحذف المشبه به وأنا تقريبا في كل حلقة من الحلقات بعيد على وأكرر على هذه النقطة لأهميتها فلو رجعنا إلى النص على إيه بيقول لي الزمان الذي عشناه أغنية يبقى الزمان أغنية يبقى هنا تشبيه بليغ شبه الزمان بالأغنية فين المشبه الزمان فين المشبه به الأغنية وسر الجمال التوضيح طبعا بتوحي بإيه أو بفهم منها إيه بتوحي بالسعادة وبتوحي بالفرحة أغنية جميلة استمع لها باستمتع بيها يبقى أكيد أنا كنت فرقان وأنا أستمع إلى ذلك كيف النيلو تهجره أسلوب إنشائي نوع استفهام وغرض الاستنكار والتعجب والداشة إزاي هذا النيل الجميل الذي يفيد علينا بخيره وبخيراته ونشرب من ماء ويروي أرضنا كيف تهجر هذا النيل وترضى به بديلا وتذهب إلى بلد آخر أو إلى مكان آخر فبيطلب منه أنه يعود إلى أرض مصر ويقول له فعانق الدهر أمانين هنا طبعا استعارة مكنية فيها حكتين يعني الأول عانق الدهر شبه الظهر كأنه إيه؟ كأنه إنسان أو كأن شخص وسر الجمال طبعا التشخيص وشبه الأماني برضو كأنها إنسان يبقى أنه حصل عناق ما بين الدهر وما بين الأمان يبقى استعارة مكنية شبههما بشخصين يتعانقان وسر جمال الصورة التشخيص وتوحي الصورة بتحقق الأحلام كلمة الأماني جاءت جمع عادة لما بتجد إن الكلمة اللي موجودة قدامك في النص سواء كان نص شعري أو نص ناثري جاءت جمعا فاعلم إيه؟ إنه هو بيقصد بيها تحقق الكثرة فده كلمة أماني جاءت جمعا لتوحي بكثرة أحلامنا قديما فعانق الدهر الدهر في ود أمانينا أسلوب قصر أسلوب القصر أحد الأساليب التي تستخدمها اللغة للتخصيص والتوكيد على المعنى المراد وله صور مختلفة من صوره إنه ممكن يبقى بما وإلا وممكن يبقى بإنما وممكن يبقى بتعريف الطرفين وممكن يبقى اللي هي الصورة اللي موجودة معانا اللي هي إيه؟ صورة تقديم الجار والمجرور في ود أمانينا هو أنا لو رتتها ترتيب الطبيعي ليها هقول فعانق الدهر أمانينا في ود فعانق الدهر أمانينا في ود فعملنا إيه إحنا هنا قلنا فعانق الدهر في ود قدمنا الجار والمجرور جبناه قبل كلمة أمانينا طيب التقديم ده إيه؟ بيقول لي اسمه أسلوب قصر الهدف منه التخصيص والتوكيد عندي كلمة الزمان وكلمة الدهر هلاحظ إن الاتنين بمعنى واحد طيب الشاعر استخدمهم أو جابهم ليه؟ هقول برضو صورة من صور الجمالية اللي بتبقى موجودة عندنا حاجة اسمها الإطناب محسن بديع اسمه الإيه؟ الإطناب إطناب بالترادف الترادف يعني أننا نجيب كلمتين بمعنى واحد ويكون الهدف من ذلك تقوية المعنى وتأكيده فعانق وود الكلمتان توحيان بالحب معانقة ومحبة فلا شك أن هناك حبا وترحابا شديدا فكلمة عانق وكلمة وود توحيان بالحب والترحيب الشديد فكسرة الخبز وقطرة الماء كناية عن قناعة الشعب المصري نعطيه يعطينا ده طباق طباق طبعا مفهوم برضو أن الطباق أنه بيكون كلمتين عكس بعض والطباق بيكون فيه طباق إيجابي وطباق سلبي ممكن نعرض إليه في حلقة يعني قادمة إن شاء الله ولكن هنا هنلاحظ أن نعطيه ويعطينا الكلمتين بينهم طباق والطباق دايما بيأتي لكي يؤكد المعنى ويقويه وهو من المحسنات البديعية وأنا قبل كده وضحت الفرق بين المحسنات البديعية وبين اللون البياني والصورة الجمالية عندما يسألني عنها في الامتحاد الجزئة اللي بعد كده بتقول فكسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا وقترة الماء بالإيمان تروينا عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره عودوا إلى مصر صدر الأم يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا مرة أخرى فكسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا وقترة الماء بالإيمان تروينا عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره عودوا إلى مصر صدر الأم يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا المفردات كسرة قطعة من الخبز والجمع كسر شوق يعني حنين أو لعفة والجمع أشواق ومضادها نفور يلاقينا يعني يقابلنا والمضاد يودعنا الشرح هنا حتلاحظوا أن يعني كلام الشاعر مفهوم ولغة سهلة وقريبة من الأذهان فهو بيقول قطعة الخبز الصغيرة تكفينا متى؟ عندما يكون الوئام والمحبة والوفاق منتشر بيننا قطرة الماء تزيل عطشنا مصر هي الأم التي تستقبلنا وتأخذنا إليها وتعطينا من حنانها وتعطينا من حبها يبقى هو الشاعر هتلاحظوا أنه هو وأنا أشرت لي في البداية قلت أن الشاعر تكلم ويستخدم فعل الأمر عوده عدة مرات ليه؟ هنقول علشان يؤكد على المعنى الذي يريده وهو ضرورة العودة إلى الوطن مصر عوده إليها عوده إلى نيلها نرتوي من مائه ونشرب منه كسرة الخبز تكفينا لأننا يحب بعضنا بعضا وينتشر بيننا الوئام والوفاق وينبغى علينا أن نعود إلى مصر تستقبلنا بحنانها لأنها أمنا مهما ابتعدنا عنها فإننا عندما نعود إليها تستقبلنا بالحب والحنان لأنها تشتاق إلينا دائما تلقانا بود ومحبة كما تلتقي الأم بأبنائها بعد طول غياب بعض مظاهر الجمال عودوا أن أسلوب إنشائي إلي إحنا كنا أشرنا قبل كده فكسرة الخبز وقدرة الماء كناية عن قناعة الشعب المصري نعطيه يعطينا طباق يؤكد المعنى عودوا إلى مصر إسلوب إنشائي غرضوا الحاس طبعا نوعه أمر وغرضوا الحاس ويه النصح ويه الإرشاد صدر الأم يعرفنا كناية عن شدة الألفة بينهم وبين الوطن كناية وقلنا أن الكناية طبعا إذا ما أشرت لها معنيين معنى قريب ومعنى بعيد ويكون المعنى البعيد هو الذي يريده الكاتب واتفقنا أني دايما لما بقول كناية بقول وسر جمالها الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل سؤال هنا عندي بيقول لي ما الفكرة الأساسية التي حرص الشاعر على التأكيد عليها شاعر في مجموعة المقاطع الشعرية التي عرضناها لديه فكرة ملحة يعبر عنها بصور مختلفة وبكلمات مختلفة وبطرق مختلفة ما هذه الفكرة؟ الفكرة هي حرصه على التأكيد على أن الوطن والنيل نعمتان من أجل ومن أعظم النعم التي يجب أن نحافظ عليهما وأن نبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس الفكرة الأساسية كده هي فكرة أن الوطن أن النيل نعمتان من أعظم النعم التي منحهم الله لنا نحن المصريين وأنه ينبغي أن نحافظ على هاتين النعمتين بكل ما أوتينا وأن نبذل في سبيل هذه المحافظة كل شيء الغالي والنفيس من أجل المحافظة على هذا الوطن ومن أجل المحافظة على النيل يبقى دي الفكرة الأساسية اللي الشاعر بيأكد عليها من خلال الأبياد السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما سمات شخصية الشاعر يعني إحنا بعد ما قرأنا هذه الأبياد نقدر نستخلص مجموعة من الصفات الشخصية لهذا الشاعر هذه الصفات هي أول حاجة وطني شاعر وطني يحب وطنه وده بيظهر في كثير من أشعاره وكثير من الدواوين الشعرية التي أصدرها الشاعر هو شاعر وطني مخلص صادق في عاطفته المحبة لوطنه مؤمن بعظمة هذا الوطن ومؤمن بأهمية نهر النيل هذا الوطن يبقى لما يجلس أني سأركس كلامي مرة تانية وأقول هو شاعر وطني مخلص صادق العاطفة محب لهذا الوطن شديد الحب لهذا الوطن ومؤمن في نفس الوقت بعظمة هذا الوطن ومؤمن في نفس الوقت بأهمية نهر النيل لهذا الوطن السؤال بعد كده ما سمات أسلوب الشاعر وأنا طبعا أنا فرأت قبل كده بين أننا لما أسأل عن خصائص شخصيته أو سمات شخصيته وبين لما أسأل عن سمات الأسلوب سمات الشخصية يعني الظواهر الثقافية والاجتماعية اللي بتظهر لي من خلال النص سقفته إنما لما أجأ تكلم عن السمات الأسلوب يبقى أنا هنظر إلى النص نفسه هنظر إلى الألفاظ وأنظر إلى الخيال وهنظر إلى الموسيقى وترابط الأفكار وغير ذلك يبقى ما سمات أسلوب الشاعر واحد دقة الألفاظ وسهولتها ووضحها وده كان ملحوظ جدا أثناء شرحنا للأبيات الأبيات واضحة جدا حتى إحنا بتجيب نفسك مش محتاج كتير إنك تسأل عن معاني المفردات الكلمة طب معناها إيه أو الكلمة معجمه سهل ومعجمه متناول بالنسبة لنا كمثقفين يبقى اللغة عنده لغة سهلة وضحة سلسة معبرة الإسلوب جمال الإسلوب وترابط الفكر هتلاحظوا إن فكرة الشاعر أو أفكار الشاعر مترابطة كل فكرة بتسلم إلى أختها ما فيش فجوات ما بحسش إن فيه فكرة كانت ممكن تيجي قبل التانية أو فيه فكرة تأخرت عن مكانها لا كل فكرة جاءت في موضعها وفي مكانها بالضبط تنتقل منها من فكرة إلى فكرة بسلاسة ويسر وسهولة تنوع الأساليب بين الخبرية والإنشائية ودي أشرنا إليها أثناء الشرح وجدنا إنه هو بيكثر من استخدام الأساليب الإنشائية وأيضا بيستخدم الأساليب الخبرية والتنوع في الأساليب يعني ظاهرة جميلة بتؤدي إلى تنوع أو إلى تأكيد على الأفكار التي يريد الشاعر التعبير عنها روعة الصور الخيالية أتلاحظوا برضو إنه هو الشاعر جاي بصور خيالية جميلة وفيها نوع من استعارات وكنايات وتشفيات صور جميلة ومعبرة وموحية وغير متكلفة وجاءت بسياقها الذي يتطلبه المعنى سمات أسلوب الشاعر بسرعة دقة الآل فاز وصولتها ووضحها جمال الأسلوب ترابط الفكر تنوع الأساليب بين الخبرية والإنشائية روعة الصور الخالية تنقسم السؤال ده زي ما قلت حدركم بيجي كتير وبيقول لي تنقسم الموسيقى إلى داخلية وخارجية ناقص ذلك في ضوء فهمك للنص أنا أشارت قبل كده إلى إنه لما حيسأني أنا داخل الموسيقى الخارجية الوزن والقافية إجابة سهلة وانطبعها على أي نص موجود قدام الموسيقى الخارجية الوزن والقافية الموسيقى الداخلية بتكون موسيقى ظاهرة وموسيقى قافية الموسيقى الظاهرة بتكون في الصور الجمالية والصور الخيالية الموجودة والموسيقى الخافية بتكون من الألفاظ التي يستخدمها الكاتب وتوحي وتعبر عن المعنى يعني كلما استخدم الكاتب وألفاظ موحية معبرة بصدق عن المعنى الذي يريده فقد أجاد في الموسيقى الداخلية نشوف الإجابة بتقول الموسيقى الخارجية نابعة من الوزن والقافية بينما تتكون الموسيقى الداخلية من الصور الجزئية وحسن انتقاء الألفاظ وجودة الصياغة وترابط الفكر ودقة تسلسلها وقد نجح الشاعر في ذلك وأحسن التعبير عنه من خلال النص السؤال اللي بعد كده بيقول علل تنوع أساليب الشاعر بين الخبرية والإنشائية وأنا عايز ألفة النظر لحضراتكم أن سؤال النصوص عندما يأتي وأسألني سؤال في النصوص هي مجموعة من الأبياب بيبقى عليها جزئيات ألف وباء وجيم ودال مثلا على سبيل المثال أو هو ده الشائع في سؤال النصوص السؤال ألف غالبا ما بيكون في معاني المفردات والمضاد والجمع والمفرد السؤال باء غالبا ما بيكون بيطلب مني هو بيبقى سؤال فهم يعني بيسألني عن مدى فهمي للأبيات اللي موجودة أمامي السؤال رقم جيم غالبا ما بيكون في الصور الجمالية والمحسنات البديعية السؤال رقم دال اللي هي نوعية الأسئلة اللي احنا إيه بجايبينها لحضراتكم دهية يعني بيسألني فيما انت حضراتك المبص في كتاب المدرسة بتجد في نهاية النص بيبقى كاتب التعليق ويجي في التعليق بيتكلم عن سمات شخصية للكاتب بيتكلم عن قصائص سلوب الكاتب بيتكلم عن ظاهرة فكرية موجودة عنده بيتكلم عن استخدامه زي السؤال اللي موجود عندنا مثلا تنوع الأساليب بين الخبرية والإنشائية بيتكلم عن المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الكاتب ففكرة التعليق أو الكلام اللي موجود تحت عنوان التعليق ده كلام مهم جدا ويأتي عليه سؤال في أو ضمن أسئلة النصوص فالسؤال عندي بيقول علن تنوع أساليب الشاعر بين الخبرية والإنشائية الإجابة هذا التنوع مكن الشاعر من التعبير عن عواطفه ومشاعره بصدق قدر يعبر عن العواطف والمشاعر التي يريدها بصدق من خلال استخدامه للأساليب الخبرية في موضعها وللأساليب الإنشائية في موضعها بعد كده هنتقل في عجالة إلى دروس البلاغة تعلمون أن البلاغة لها سؤال مستقل عبارة عن مجموعة أبيات بتأتي وبيتم السؤال عليها أو السؤال من خلالها وإحنا السنة دي عندنا إن شاء الله في البلاغة عنوان كبير هنتكلم عنه اسمه التجربة الشعرية اسمه التجربة الشعرية يبقى هو لم يسألني في البلاغة لازم يسألني عن التجربة الشعرية أو عن عناصرها أو مدى يعني نجاح الشاعر في التعبير عن هذه التجربة وارتباط العاطفة بالأفكار كما سنرى يبقى أول حاجة عايزة أعرفها ما مفهوم التجربة الشعرية التجربة الشعرية هي الظروف والعوامل التي يقع الشاعر تحت سيطرتها وتؤثر في التجربة الظرف العامل الحدث اللي الشاعر بيخوضه ويقع تحت سيطرته ويتأثر به وينفعل به ثم يمتزق تمتزق هذه التجربة بالإحساس والوجدان فيبدأ في التعبير عنها من خلال أفكاره ومن خلال الإطار الشعري الملائم يبقى تاني التجربة أي شاعر علشان يكتب نصا شعريا لابد أن يكون قد رأى شيئا ما أو مر بتجربة ما أو وقع تحت تأثير حدث ما انفعل أو تفاعل مع هذا الحدث وتأثر بهذا الحدث واندمج هذا الحدث بداخل وجدانه وداخل عاطفته ثم بدأ يعبر عن هذا الحدث من خلال أفكار وألفاظ والصور وخيال أو اللي احنا ممكن نسميه في الإطار الملائم لهذه التجربة يبقى أي نص شعري أو أي قصيدة شعرية لابد لها من تجربة خاضها الشاعر أو تأثر بها أو تعرض لها أو شاهدها أحس بها تأثر انفعل اندمج عبر عنها بعد ذلك من خلال قصيدة شعرية يبقى دي التجربة الشعرية طيب التجربة الشعرية ما عناصرها ما عناصر التجربة الشعرية التجربة الشعرية لها ثلاثة عناصر لها ثلاثة عناصر أي قصيدة عشان أطبع عليها هذا المنطق وأقول والله التجربة الشعرية في القصيدة هي كذا يبقى لابد أن أحدد العناصر التلاتة ده واحد العاطفة أو الوجدان العاطفة أو الوجدان بمعنى وعلى ذلك ممكن يجي يقول لي سؤال إيه ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وبيسألين على جزء من أجزاء التجربة الشعرية ما العاطفة المسيطرة على الشاعر والله العاطفة المسيطرة على الشاعر عاطفة البخر العاطفة المسيطرة على الشاعر عاطفة الشوق والحنين إلى وطنه عاطفة مثلا الحب وهكذا بجد أن فيه إحساس معين ظاهر عند الشاعر ومسيطر عليه ومتأثر به وبيعبر عنه دي العاطفة يبقى دي أول عنصر من عناصر التجربة الشعرية طيب اتنين الفكر أو الفكر الأفكار اللي هو بيعبر عنها يعني هو تأثر ثم بدأ يعبر طيب هذا التعبير أو هذه الأفكار لابد أن تصاغ من خلال صور تعبيرية أتلاحظوا أن هي ثلاثة عناصر يترتبوا بعضها على بعض بنفعل بتأثر فتظهر عاطفتي ثم أعبر عن هذه العاطفة أو أحول هذه العاطفة إلى أفكار ثم أعبر عن هذه الأفكار من خلال صور تعبيرية اللي هي الألفاظ والتراكيب والخيال والموسيقى ألفاظ والتراكيب والخيال والموسيقى طيب بعد كده هو سؤال عندي بيقول لي أعرف الوجدان الوجدان هو الشعور النفسي أو العنصر العاطفي المتمثل في الإنفعالات التي تسيطر على الشاعر أثناء تجربته ويكون مصدر شعوره القلب فيمنح التجربة الذاتيتها وصدقها وتأثيرها في النفس الذي يمنح القصيدة قوة التأثير يعني كل مكان الشاعر عنده صادق في تجربته وصادق في انفعالاته كل مكان لديه قدرة على التأثير والإقناع والإمتاع لدى المتلقي طيب الفكر اللي هو بقى هي العنصر العقلي أن أخذ العواطف دعية ونظمها في أفكار فالشاعر لا يستطيع أن ينقل لنا عواطفه وإحساسه فقط لا لازم يبقى في أفكار يعني يضمنها هذه العواطف وهذه الأحاسيس فلابد من المزج بين الوجدان والفكر وكلما قوي المزج بين العاطفة والفكر قوي عنصر الصدق كل مكان العاطفة قوية وكل مكان الأفكار معبره عن هذه العاطفة بصدق يبقى دعوه والله التجربة الشعرية هنا تجربة صادقة مع أقسام الصور التعبيرية اتفعنا قلنا الألفاظ والصور الخيالية والموسيقى اللفظ هو المرآة التي تعكس لنا عاطفة الشعر وأفكار ناقص ذلك طبعا اللفظ هو المرآة لأن اللفظ هو الصورة النهائية اللي الشعر بينقل إلي من خلالها عاطفته وأفكاره ويعبر من خلالها عامة بداخله من أفكار ومشاعر وفالكلمة في التجربة الشعرية تختلف عن معناها في المعجب اللي هي الألفاظ الموحية يعني أنا لما أرجع إلى الكلمة في المعجب عشان أكشف عن معناها بلاقي معناها كذا أنا كباقي كشعر كلما كان الشعر متمكنا من أدواته بياخد هذه الكلمة ويضحها في سياقة ويصغها في مكانها الشعري فيعبر عنها أو يجعلها توحي بألفاء أو توحي بصور خيالية أو توحي بمعاني جديدة وهنا تكون صدق التجربة يعني إحنا بنكون كده عرضنا إلى أهم النقاط اللي ممكن يعني تعرض لها أو تسأل فيها في البلاغة يعني تبقى نقطة بسيطة وأنا أشارت إليها غير مرة أسناء الشعر اللي هي الموسيقى وقلنا موسيقى داخلية وموسيقى قارجية وعرضنا لها أكتر من مرة في غير موضع وبكده إن شاء الله نكون انتهينا من نصوص المقررة علينا في هذا العام وأرضفناها أو أتبعناها بحديث عن البلاغة وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني لقاء تدريبي نجيب مجموعة من الأبيات ونطبق عليها ونراجع من خلالها إن شاء الله أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قلنا مع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا الطلبة والطالبات موسيقى موسيقى موسيقى